وإلى إقليم بحر الغزال وتنصيب أعضاء غرفة تجارية لإقليم بحر الغزال بحضور الأمين العام النائب لإقليم بحر الغزال ورئيس الغرفة تجارية أمير الدودو أرتين وعدد كبير من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين رماد جبرين أنجل الفاعلين الاقتصاديين لمدينة مصرو كانوا حاضرين بقوة في مساحة تبعد عن المدينة بخمسة كليمترا استعدادا لاستقبال رئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين والوفد المرافق له وأن مثل هذه التأبية تعتبر من الخسائل التي يتميز بها أبناء إقليم بحر الغزال تغديرا واحتراما لضيوفهم وفي مغر الاحتفالة اتخذت كل التدابير الضرورية لتفادي بعض الأخطاء التي يمكن أن تؤثر سلبا للتنظيم لمثل هذه الأحداث التاريخية التي كانت بحضور العمين العام لإقليم بحر الغزال وكذا مجموعة من المسؤولين والإداريين بالمنطقة كبداية تطرق الرئيس الغرفة التجارية الصناءة والزراءة والمناجم أمير الدودو أرتين إلى عدد من المواضي المهمة شارها فيها الأسباب التي عدت إلى تكوين مثل هذه الغرفة التجارية في الأقاليم المختلفة للبلاد ووصفها بالخطوة الإيجابية لإصلاح وتعديل النظم الداخلية لإدارة أجواء الأعمال التجارية بطريقة مغيرة مقارنة مع ما سبقه بهذا المشهد نصب العمين العام لإقليم بحر القزال مختار تنبلبال رسميا شريف الصالح سانوسي أول رئيس منتخب للغرفة التجارية لإقليم بحر القزال ويتكون المكتب الجديد من 15 عضوا وعدد من المستشارين على الجميع أن يدرك أن هذه المسؤولية تعتبر مهمة وصعبة يؤكد شريف صالح سانوسي أنها فعلا تحتاج إلى توهيد الرؤى والأفكار لتحديد الأولويات التي تخدم المصلحة الأمة والتي من شأنها تكون دافع لتطوير وتنمية هذا القطع الخاص من ناهيته الأمين العام لإقليم بحر القزال مختار تنبلباي قال إن عملية ترتيب البيت الداخلي لأعضاء القرفة التجارية بمدينة مصروه يكون تحدي للقادة الجدد لحد المكتب وعليه يتطلب الأمر باتباء الخطوات السليمة التي تذهب بهم إلى تحقيق التطلوأة المرتقبة مناشدهم بدفع الضرائب الجمهوريكية عن طريق السبل والقنوات الصحيحة لتفادي ظاهرة الرشوة والطرق الملتوية ترجمة نانسي قنقر